بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفيديو هو حتى اشرح لكم حول منصة جديدة حديثة جدا هي منصة فارمين جوبس بورد هي أونلاين جوبس لستيج الوصول على احضراء المنظمات على أعضاء المنظمات في المنظمات المنظمات طبعا لو انتم شفتوا هون لم تتعرفيها بلغة انجليزية حول هذه المنصة هذه المنصة تساعد رعاية الصحية العرب سواء كانوا طباء أو صادلة أو ممرضين أو حتى دينتست أو حتى شركات الأدوية اللي هي حابة مثلا تستقطب هالنخبة هاي من هالصادلة سواء كانوا داخل وطن العربي أو خارج الوطن العربي بحيث انه هنه يقدروا يحطوا شو هي اخر فرص العمل المتاحة وين موجودة فرصة العمل بأي دولة مثلا أو بأي مدينة وشو هي الـ Contact Details هل يترى حيتواصل مع الشخص على الفيسبوك عن طريق رقم موبايل أو عن طريق رقم أرضي أو عن طريق إيميل أو ما أيضا ففارمينجوبس بوضع تستطيع 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 ت فهي منصة updated كل يوم في عنا شي جديد والرابط الدخول إليها هو farmmine.net slash jobs طبعا نضغط enter وننتقل للصفحة الرئيسية هتشوفوها هيك هلا طبعا المنصة جدا حديثة وجديدة فنحن لسا ما دخلنا ولا job opportunity ولكن هلا أنا حعلمكم كيف أنتوا دخلوا job opportunity إذا أنتوا company أو أنتوا مثلا medical representative أو إذا أنت كنت مثلا سيدلاني أو طبيب و أنت يعني عندك يعني رغبة بأنك تعرض مهاراتك أو تقول أنه أنا حابب أني أشتغل بسيدلية بمنطقة الفلانية مثلا هل في حدا مثلا بيعرف مثلا صاحب سيدلية أو حدا أنه يقدير يوظفني أو مثلا أي شي تاني أنت حاول أنك تعرض شو هي رغبتك يعني شو هي الشي اللي أنت هلا عم تبحث عنه أوكي فأول خطوة هي أنك تفوت هون وتضغط على post job طبعا بس لا تدخل هون فلا نفترض أنك أنت الشخص اللي لنقول عندك سيدلية وحابب أنه مساعد سيدلاني يشتغل عندك فمثلا تكتب مثلا مطلوب سيدلاني بأسرع وقت لنقول في سيدلية في مدينة دمشق طبعا هو مو ريموت أو home office فبهل حالة هاي بدك تحدد أنت ال country يعني هون هنا سيريا هيكون ال country هي سيريا ليش لحنا بنعمل هالأشياء هاي مشان الكل يعني يعرف هين طيب برصة العمل هل هي بسوريا طبعا كل شخص كان بمصر ما حد ناس برصة العمل فهو حيمر على فرص عمل تاني اوكي فهي هدول الحقلين جدا مهمين ال location وال country فمثلا location دماسكوس دماسكوس لو بدك تكتب details تاني مثلا دماسكوس كذا 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 التفاصيل فيك تكتبها بالانجليزي فيك تكتب العربي كوان الأفضل طبعا ينكتبه هدول بالانجليزي طيب مثلا هلا فرصة العمل شو هي الواحد طبعا بيكتب كل شي ميزات بفرصة العمل هاي يمكن عشر تسطر كمس تسطر يمكن عشرين سطر يمكن سطر واحد بحسب فمثلا الواحد يكتب مطلوب مثلا صيدلاني حديث التخرج لنقول حلو مثلا للعمل في صيدلية في مدينة مثلا دمشق وطبعا بيكتب الميزات وانه شفت صباحي والمسائي والبار تايم والفول تايم الى اخرى طبعا انا ما هكتبها هلا بس انا عمور جيكون الفكرة انه هون انتو بتكتبوا شو ما بدكم بالعربي او بالانجليزي اوكي طبعا انا بحكي على فكرات هلا هون فرصة العمل هي العمل في صيدلية طب يمكن تكون فرصة العمل هي مثلا شركة دوائية مثلا بده كمان الشركة بتحط كل المطلبات طبعا باللغة الانجليزية لنقول مثلا الشخص كتب وعبه هل قد ما بده اكتب تمام فينو يختار فونت معين فينو يختار ستايل معين فينو هوني يعني في مجموعة من الخيارات فينو يعملها بعدين هلا كلمة هاو توابلاي طيب اوكي مثلا الشخص اعجب بفرصة العمل هي اوكي شو بيعمل فانتي هون بقبت حط انو رقم موبايل او قرب رقم ارضي وممibel او حتى فيك تحط بما انو نحنا العايشين باللعصر السيوشل ميديا فانتوج À رابط البروفال طبعك على الفيسبوك اه فكيف هاد الشي بتم؟ مسلا هلا انا ا여ح تحط رابط البروفيل طبعي على الفيسبوك اه وقت تفوت انت على الفيسبوك عن البروفال طبعك будете تطلع الفوق بهالمستطيل cript تبع الموزل إجراء أو تبعجوغل كروم هؤلاء worked. الرابط تبعك تبع الفيسبوك عكل حال انا هلا عملت له copy مثلا if you are interested send me مثلا هنا طبعا مثلا هذا الفيديو فقط فيك تكتب بالعربي والإنجليزة وشو هده تكتب send me message here تمام مثلا انت بتحط هيك الكلمة here مش هنضغطوا عليها فهنا نعمل اه شي بيسموه ارتباط شعوبية فنحنا نضغط على هذا الزر ونحط رابط البروفيل تبعنا على الفيسبوك وبنضغط اوكي شوف شنو صارشنك لا صارشنك لانو انا ازرق فهلا ودي اعمل انا submit طبعا كل شخص سواء كان من الاشخاص يلي عم يبحث وعم فرصة عمل او الاشخاص يلي هنن عنده مهارات معينة وحابين انهن الى اوحدة ممكن يعني يوظفهم بعد ما يعرضوا مهاراتهم طبعا اكيد هيتواصلوا معه وحيشوا فضعا كثار يمكن يعمل معه interview بس يعني هذا هالوسيلة هاي جدا بتساعدكم لا تتواصلوا مع بعض فيطلع عنكم مثل ما قلنا هال هاللون الازرق يعني صار في عنكم هون هاشي بسمه clickable link يعني فيك انتو تضغطو على كلمه هنا فبنتقل اوين للبروفيل الشخص المعني فبتواصل معه طيب الtype شو هي هل هو full time او contract time وفق عقد معين او part time فأنت تختار طبعا مثلا part time أو full time مثلا حطيت كل شيء بكتوب كل شيء طبعا أنا هذا عامله مثال مو هو يعني تعمله مثل سطر واحد أكيد فرصة العمل تكون أحيانا طويلة أحيانا عشرة سطر تتوضح فيها كل الأشياء أحيانا فيه ناس بيكتبوا الراتب أحيانا ما بيحطوا الراتب أحيانا بيقول موقع السيدلية أو ميزات خاصة بسيدلية أو ما بيعرف شو كل الأشياء هاي مو بس يضليل إلينا يمكن يكون عمل في المستشفى يمكن يكون مثلا فرصة فرصة عمل بمسمسل بمسمسل بممكان تاني العلاقة بمرافق الرعاية الصحية و 만약 أنت تخلص تعمل شيء اسمه سبميت بس تكبر سبميت خلاص نزلت الاعلان أو فرصة العمل على منصتنا طبعا عنا أكتر من سبعين ألف chauffاركار وفايدرز طبعا لسه عم يزدادوا فإن شاء الله فرص العمل هتلاقوا أكتر يوم بعد يوم وطبعا كل فرصة إلى وقت يعني هلا مثلا أنت وقت تتحطها الفرصة هاي فهي وقتها مثلا يكون خمسة أيام أو عشر أيام بعدها خلاص بتروح فانتبهوا لشغلهي مشان تبقى دائما فرص العمل updated ونقطة تانية هي أنه وقت ترجعوا أنتو تكبسوا على الهوم شايفين مثلا نيو طيب مطلوب سيدا لاني بأسرع وقت لعمل في صدلي وفي مدية دمشق طيب اللي موجود بلبنان الموجود مثلا بسعودية طيب شو رح يستفيد ما حيستفيد منها بس هون انتو حتقلبوا حتنزلوا لتحت حتلاقوا معبا معبا فرص عمل بالمستقبل إن شاء الله فانتو بتشوفوا شو الفرصة وموجودة والمكان تبعه بس انتو اللي بتصنعوا وانتو اللي بتحطو هالفرص هون أكيد أنا ما حقدر أعمل هذا الشي كله كل واحد وعندو فرص العمل خاصة فيه أو علاقاته إلى آخرين أوكي فمثلا أنت بمدينة دمشق وعن جد لقيتها الفرصة مناسبة بتفتحها طبعا هاو تابلاي if you are interested just click here طبعا وقت يعملوا click here مثلا هنا حطيت رابط البروفايل تبعي على الفيسبوك أوكي مثلا فينو يراسلوني ويعرفوا أكتر عن فرصة العمل مثلا أوكي والأفضل صدام الفيسبوك بهالعصر هذا لأنه الفيسبوك جدا جدا مسيلة ممتازة فمثل ما تلكون خدوا انتو رابط البروفايل تبعكم على الفيسبوك وعملوا رابط تشععوا بي بسهولة مثل ما أنا شرحت بالفيديو طبعا مثل ما أنه تكون فرصة العمل يعني فيها شرح كبير كمان تقدروا انتو هون تنزلوا بالصفحة لتحت وتقرويه موقع جدا ريسبونسيف وحديث جدا حتى وقت انتو تستخدموا جهاز الموبايل انتو فيكن يعني كمان تتصفحوا هالمنصة هاي من أجلسة الموبايل الذكية أو من التابلت أو من الايفون تمام؟ كتير سهل كتير سهل ليها المنصة هاي بس تضغطوا على بوست جوب وبتعبوا البيانات شو هي فرصة العمل وين الكونتري وين الوكيشن تبعه شو هي يعني كمان ديكون عندك مهارة بعرض فرصة العمل اوكي؟ عشان تقدر انت تجذب الشخص اوكي وتشرح هون قد ما فيك حول فرصة العمل وهاو توبلاي جدا مهمة يعني لازم تقول له طيب كيف بده يتواصل معك طيب وتختار فول تايم ولا بار تايم او كونتراك تايم الى اخرين تمام؟ وان شاء الله كمان هحط لكم فرص عمل اول ما تجينا كمان نحنا هنحطه وانتو كمان شاركوا معنا كتير سهله وهو متاح على الجميع في نقطة مهمة اخيرة هلا لازم تعملوا انتو هورجي اكوني اها لازم تعملوا ريجستر اوكي؟ فاول ما تدخلوا على الموقع لازم تعملوا شي اسمه كريت اكاونت حلو بعد ما تعملوا كريت اكاونت عالسريع مثلا بتحط اسمك بتحط باسورد بتحط الايميل تبعك بتحط الباسورد يعني تعمل كونفرميشن للباسورد مرة الثانية ومسلا اذا انت كنت اذا كنت انت مثلا ميديكا ربريزنتتف تشتغل بشركة مثلا شركة دوائية سواء كنت في الشرق الاوسط او خارج حتى الوطن العربي حط اسمه وحطوا البيب سايت تبع الشركة هذا الشي بيعطي مصداقي اعلى واذا كان فيه لوجو معين لشركة يحطو كمان هاي اهم الاشياء بس لتعبي هالحقول هاي تعمل ريجستر خلص خلي عندك دائما كلمة سر والايميل مشا ما تنسا هون وقت بدك انت تحط اي فرصة عمل او انك انت تقول انا جعبالي ابحث عن فرصة عمل ولدي المهارات التالية كذا وكذا وكذا بتعمل لوجين بسهولة جدا تمام لوجين بسهولة بعد ما تدخل ايميل والباسورد ساعتها انت بقى بتشوف كل فرص العمال تبعنا حلو؟ شايفين؟ حيتعبوا يوم بعد يوم وشهر بعد شهر ودوما فرص العمل اوبسليت او حتى اللي هي خلاص انتهت رح نحزفها نحنا كفريق كادارة موقع وهالمنصة هاي حتكون ابديتت بحيس ما انه يقول الشخص طيب ايه محطوط الاعلان وراحت فرصة العمل لا مشانهك دائما الشخص لازم يتواصل معنا نحنا مع صفحتنا وحتى نعرف اذا فعلا هو تسكرت فرصة العمل ولا لسه متاحة مشانهك لازم يكون في تواصل معنا نحنا مع ادارة فريقنا وهاي صفحة فريقنا معروفة صفحة فريق تعليم سيدلاني الكتروني لمستمر هون براسلنا تمام عن طريق زر المسج هتشوفو انتو حيراسلنا من هون فمنعرف بقلنا مثلا اوكي فرصة العمل هي تسكرت او فرصة العمل لا لساعة متاحة مشان نعرف نحنا كادارة فريق نعرف انه الفرصة انتهت فمنحزفها من المنصة لانه مو معقول نحط شي يعني خلاص يعني راحت فرصة راحت فرصة العمل فانتبه لها النقطة هاي تمام اذا مرة تانية منصتنا www.farmind.net.jobs كتير سهلة فارماين يعني كلاتنا حفظنا اسمو سلاش jobs كتير سهلة شافينا تمام تعملوا post job وتعبوا الحقول and that's it كاما كون سيدلان سرير رامز تعبعونا دوما وشاركوا معنا وجيبوا فرص عمل وان شاء الله رب كلاتنا نكون يعني productive كhealth care providers thank you and see you soon thank you 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 thank you